أهلاً وسهلاً بحضراتكم في المجال الإداري، في مجال التسويق، في مجال المعاملات، في مجال إدارة الأعمال، في مجال القيادة، في مجال الحياة بشكل عام سؤال في غاية الأهمية أنا عندي مشكلة في النطج العاطفي كيف أحس النطج العاطفي؟ كما يقول دانيال جولمن في كتابه الزكاء العاطفي آليات تحسين النطج العاطفي تبدأ بالوعي بالذات هل حضرتك عندك وعي بذاتك؟ مدرك كويس أوي من أنت؟ تعترف بما لديك من سلبيات؟ تعترف بما لديك من إيجابيات؟ تعرف من أنت عندما تسأل من أنت؟ الوعي بالذات، تعي ذاتك كيف تقدر هذه الزات؟ وبالتالي يأتي الجانب الآخر وهو تقبل الزات أي حد من حضراتكم أو أي حد في المجتمع أو أي حد بنشوفه في وسائل الإعلام أو في الحياة العامة في الشارع لا يتقبل ذاته اعرف أنه عنده خلل في الزكاء العاطفي هو بقى عميج، هو بقى لواء، هو بقى دكتور، هو بقى مهندس، هو طبيب، هو مدير شركة، هو رئيس دولة، هو زي ما يكون الذي لا يتقبل ذاته اعرف أن لديه خلل في بناء العاطفي ولهذا من الأهمية بمكان لكي أحسن النطق العاطفي أن يكون لدي وعي بذاتي أولاً ثم القدرة على أن أتقبل ذاتي وتقبل الذات هنا الشعور بالإيجابية، الشعور بما كرمك الله بها يعني ربنا صحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم هو كرمك، فما ينفعش تنظر لنفسك نظرة دونية ومن نظر إلى نفسه تلك النظرة فلديه عجز، ولديه مشكلة كبيرة جداً اوعى تحاول السيطرة على الآخرين في بيئة العمل الإداري، المدير أو القائد أو المسؤول الذي يحاول أن يسيطر على الآخرين بالألفاظ، بالعنف، بالإيماء، بالسلوك ده إنسان ضعيف أصلاً الذي يمتلك زكاء عاطفي يقود الآخرين بالعاطفة لأنه مرن، ولأنه زكي عاطفياً ولأنه لديه القدرة على التعامل مع من حوله بإيجابية يقودهم بالحب ولا يقودهم بالعنف لا يقودهم بالتسلط وإنما يقودهم بالرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اوعى تحاول أن تسيطر عليهم بأسليب سلبية وتظن أن كده البيئة الإدارية عندك نجحة كن مستعد دائماً أن تغير صلاطك الاجتماعية لما حد يطلب منك السماح سمحه فبما رحمة من الله لنت لهم هزلين في غير ضعف وشاورهم في الأمر هناك في الآية أيضاً الشورى أمر مهم جداً واعفوا عنهم واستغفر لهم العفو عند المقدرة أمر مهم جداً وبالتالي تعديل وتغيير الصلاط الاجتماعية يعني ما تبقاش في خصامك ألد ما تبقاش في خصامك خلاص خصمت فلان يبقى كده لا أبداً كن مرن في التعامل حتى تحافظ على بيئة العمل بشكل إيجابي من الأمور المهمة جداً التي تساعد على تحسين النطج الوجداني أيضاً البحث عن معنى للحياة يتجاوز حدود الزات بمعنى أن يكون لديك أمل وأن تطير بجناحي الطموح والواقعية أن يكون دائماً لديك قدرة على رؤية بعيدة المدى إياك أن تخسر أحد إياك أن تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على الآخرين تحت مظلة القمع والسيطرة والاستبداد داخل المؤسسة الإدارية ولكن عليك أن توجد شبكة من العلاقات الإيجابية عندك صف تاني وتالت ورابع متحاب تنزل مع الناس تكل معاهم تعزمهم تروح تيجي وقت ما يبقى فيه مكفاءات ويبقى فيه دخل وزع على الناس واغدق عليهم حتى يكونوا شركاء لا أجراء حتى يكونوا شركاء مع حضرتك لا أجراء عند حضرتك النطج الاجتماعي والنطج النفسي والنطج المعنوي كله بينعكس في سياق النطج الوجداني إذا أردنا أن نمتلك نطج وجداني حقيقي أحباء الكرام الوعي بالذات وتقبل الزات عدم السيطرة على الآخرين أن نكون مستعدين دائما لتغيير صلاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية من ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي وأن نبحث عن معنى لتلك الحياة يتجاوز حدود الزات وأننا في النهاية أحبائي لسنا إلا ضيوف على تلك الأرض ولسنا في محل وجودنا ككوننا خليفة لله على الأرض إلا أننا في النهاية سنسأل عما فعلناه ماذا أحسنت وماذا أسأت من أحسن فله ما له ومن أساء فعليه ما عليه قضية في النهاية قضية واضحة للغاية تدفعنا إلى أن نراجع أنفسنا ماذا قدمنا لتلك الحياة للبقاء في الدار الآخرة ماذا فعلت في دنياك عندما كنت رئيس أو مسؤول في بيئة عمل ما ماذا قدمت في بيئتك الأسرية لأبنائك ماذا قدمت لأصدقائك ماذا قدمت للعملين معك في المؤسسة في الشركة في العيادة في أي مؤسسة في المدرسة في الجامعة أي مكان وضعك المهني أو وضعك الإداري يبقى السؤال المهم هل لديك قدرة على أن تحسن نطقك الوجداني على ضوء ما ذكرنا تقبل ذاتك وكن على وعي بتلك الذات ولا تحاول السيطرة على الآخرين وابحث دائما عن معنى يتجاوز حدود تلك الحياة وكن مستعد لتغيير صلاتك الاجتماعية ومن قبل ومن بعد كن مستعدا لتغيير وتوطيد علاقتك بالله سبحانه وتعالى نكمل مع بعض ونلتقي على خير في أمان الله